عاشراً، أيلبرت أينشتاين، العام 1879 إلى 1955 ميلادية، أعظم علماء القرن العشرين وأكبرهم شهرة، وقد ارتبط اسمه بنظرية نسبية، وهناك نظريتان تحملان هذا الاسم، واحدة أعلنها عام 1905 وهي نظرية نسبية الخاصة، والثانية أعلنها عام 1915 واسمها النسبية العامة، وأكلتهما في غاية التعقيد، ولا يستطيع أي إنسان أن يشرحهما في مجلة أو لعامة الناس مهما أوتي من القدرة على التوضيح، ولكن سوف أضرب مثلاً على ذلك، وإن لم يكن واضحاً فهو واضح الغموض، أو هو دليل واضح على صعوبة وغموض هذه النظرية، المثل لنفرض أن سفينة فضاء انطلقت بسرعة مائة ألف ميل في الثانية بعيداً عن الأرض، والذي يرقبها من الأرض والذي يرقب الأرض من السفينة، سوف تتطابق معلوماتهما تماماً، وإذا انطلقت سفينة أخرى بسرعة مائة وثمانين ألف ميل في الثانية بعيداً عن الأرض، فإن الذي يرقبها من الأرض ورائد السفينة الذي يرقب بعدها من الأرض ستكون معلوماتهما متطابقة تماماً، ولكن رائد السفينة الأولى سيلاحظ أن السفينة الثانية تسبقه بثمانين ألف ميل في الثانية، هذا ما نقوله نحن، ولكن نظرية أينشتاين تؤكد أن هذا خداع وأن الحقيقة أن سفينة الثانية تسبقها بمائة ألف ميل في الثانية كيف؟ هذا هو لغز النظرية التي أرهقت العلماء في القرن العشرين ولم تثبت صحتها إلا بعد ذلك بعشرات السنين عندما رصد الفلكيون كسوف الشمس من أماكن مختلفة في العالم وأينشتاين له نظريات أخرى هزت الرياضيات والفيزياء أيضا ولكن أينشتاين يجيء في المرتبة التالية بعد نيوتن لأن نيوتن أوضح وأقدر على الإقناع ولأنه صاحب الفضل الأول والأخير على ثورته في الطبيعة أما أينشتاين رغم عبقرياته العظيمة فقد سبقه كثيرون مهدوا لنظرياته هذه ثم أن أينشتاين هو أول من طلب إلى الحكومة الأمريكية أن تعجل بإكمال القنبلة الذرية قبل أن يهتدي إليها الألمان وقد ندم على ذلك فيما بعد وأينشتاين هو صاحب المعادلة المشهورة التي تقول الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء وهذه المعادلة تقيس بالضبط كمية الطاقة التي تنطلق من ذرة يورانيوم أي عندما تتحول الذرة إلى طاقة حرارية وقد ولد أينشتاين في مدينة أولم في ألمانيا وأكمل دراسته في سويسرا وتجنس بالجنسية السويسرية ودرس في معاهدها ثم بعد إعلان نظرية النسبية الأولى والتي فكر فيها وهو شاب دون العشرين انتقل إلى العمل في ألمانيا في جامعاتها ثم مديرا لمعهد الامبراطور الفلكي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء ولأنه يهودي فقد هرب من النازية عام 1933 إلى أمريكا وحصل على الجنسية الأمريكية وظل أستاذا في جامعة ناستون حتى وفاته كان زواجه الأول تعيسا أما زواجه الثاني فقد أنجب له ولدين وقد طلب إليه اليهود أن يكون أول رئيس لإسرائيل فاعتذر وإن كان صهيونيا متطرفا ولكنه في نفس الوقت يكره الإرهاب أما إيمانه الديني فهو أقرب إلى الصوفية أو أقرب إلى هذه العبارة إن العقل الإنساني صغير لدرجة أنه يعجز عن فهم هذا الكون فكيف يفهم خالق الكون إنها قضية أكبر من العقل أي عقل وكان بسيطا في حياته وكان يحب العزف على الكمان وكان يرى أن الموسيقى هي الرياضيات فبغير الرياضيات لا موسيقى وبغير الموسيقى لا إحساس بجمال الرياضيات وكان يقول إنه في كل مرة يعجز فيها عن فهم مشكلة في الرياضيات يستمع إلى موسيقى موتسارت وكان يحصد مؤلفي القصص البوليسية لأن مؤلف القصة يعرف من هو القاتل الحقيقي ثم يخفيه عن عيون القراء وكان يقول يا بخت مؤلفي القصص البوليسية إنهم يعرفون الحقيقة التي لا نعرفها ولا ندري كيف نعرفها ترجمة نانسي قنقر إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر